أتكلم عن تحقيقات مستمرة في تركيا ونتائج هذه التحقيقات تدل على أن المشتبه بهم موجودون في ألمانيا وتم إرسال أكثر من 2500 ملف وأصحح المعلومة المشتبه بهم ليس 300 أو 400 2500 ملف هؤلاء الـ 2500 تم طلبهم من ميركل مباشرة من خلال تقديم هذه الملفات إلى ميركل وليس من خلال الأجهزة الاستخبارة تم تقديمها وأردوان صرح أكثر من مرة عليك أيها المستشارة الألمانية أن تساعدين في موضوع مكافحة الإرهاب هؤلاء مواطنون مشتبه بهم ويجب التحقيق معهم ويتم التنسيق مع السلطات المعنية هذا واحد ثانيا إذا كانت ألمانيا حريصة جدا على سلامة المواطنين الأتراك عندما يقول ديفك بأن حياة المواطنين الأتراك هم في خطر أنصح أنه يطلع على أن البيكاكا وحزب العمال الكردستاني الذي هو محظور في ألمانيا منذ عام 1993 أنصح أن يراجح الإحصائيات في 2016 عندما نقول حسب المعلومات الألمانية أكثر من 42 مهجمات إرهابية قامت بها أنصار البيكاكا على الأتراك المؤيدين لأردوان في ألمانيا نفسها أسفر عن 17 إصابة وأسفر عن تدمير 16-26 مبنى لجمعية تركية مؤيدة لأردوان وثمن مساجد